في النهاية بالتأكيد فيه مفاتيح للتفاهم ما بين الزوج والزوج لو نقول أهمها إيه علشان يعني نبني على الأساس اللي حضريك هتقولي حضرتك تفضرت وقلت أهم حاجتين المواد والرحمة أزيد على حضرتك لا ننسى الفضل دي الثلاثة أعمدة أساسية للحياة الزوجية صحيحة سواء الزوج والزوجة والأبناء والتعامل كله مع بعضه لو فقد الثلاثة أعمدة دي كل سنة وانت طيب بقى الزواج مش هيبقى أو البيت مش هيبقى لطيف لأن المواد ده والرحمة أن أنا أرحم زوجتي أرحم زوجي أرحم ولادي دي أخاف عليه ويرحموني وهم يرحموني ما هي الرحمة متبادئة هي قالت الأول التبطبة على الزوج وبعد كده قالت يرحموني هي التبطبة مهمة للكل الزوج والزوجة والولاد أن بعهد مع ولاد عندهم جفاء جفاء عاطفي فبتسألهم يقولك أصل بابا عمره ما خدني في حضنه كده وتبطب علي دايما البابا بعيد أو ماما بعيدة المسافة ما بيني وبينها كتيرة الاحتواء الجسدي وأنك تاخد ابنك في حضنك وتبطب عليه ده أمان أني قطبطب على مراتي وقول لها خلاص بقى ما تزعليش الكلمة دي والحتة دي مهمة جدا مهمة للألفة مش خلاص انتي مش زعلانا طيب خلاص أنا آسف من بعيد بقى طبعا فرق كبير جدا الكلام اللي فيه احتواء وفيه أمان الزوج بعد الأب أب والزوجة بعد الأم أم لو اتفقدت الحتة دي انتهى اتشار الجدران الثلاثة أعمدة اللي قلناهم الجدران الاحتواء الأمان السند الحاجات اللي بيعملها الأب وخصوصا لو الأب توفى للزوجة أو الزوج يعني الدنيا بتبقى مكسورة معهم قوي فهي محتاجة الاحتواء ده محتاجة أنا جوزي طب كنت باشتيكي البابا ومنه طب أنا هروح اشتيكي المين هو يقول لها مش فحتاجة تشتيكي محتاجين نطمن بعض صحيح الإحساس ان انت قاعد في هدوء نفسي وما فيش تهديد في حياتك الأمهات والأباء اللي بيهددوا ولدهم حتى بإن أنا أهوشوا كل الأسرة مش عايزين ده يعني هعمل كده القومة دي أو النص القومة دي عند الإبن بترعبه بتخليه إنسان جبان بتخليه إنسان خواف خواف حتى من المواقف العادية فأنا أربي ابن النقاوي حني بلاش إن أنا أهدده ده طول الوقت ده أنا هأوملك ده أنا هعمل ده أنا عقبك قوله العقاب وريحه يعني لو عمل قطأ قوله أنا هعقبك بكذا ما تقولوش أنا هوريك هوريك دي هو قاعد فقط حياته كلها قاعد استنى هتوري إيه والله ولا كأنه بيبقى سمعين بيت هيقلك والله ولا كأنه هوريك تعب وريني ربنا يسهلك حيلك بس بيبقى من جواه قاعد يفكر انت هتعملي إيه وقفوشا للأمهات الشديدة ترجمة نانسي قنقر